والآن موعدنا مع فقرة كورونا والاقتصاد مع إقبال أتليلي أهلا بك إقبال معنا موضوعنا اليوم عن قطاع طيران أبرز المتضررين من تفشي الفيروس وإجراءات الإغلاق التي تبعتها صحيح رانيا نعرف أن أغلب الطائرات بقيت رابضة في المطارات منذ حوالي شهرين والأمر مستعد سيستمر لبضعة أسابيع أخرى ومثلا قلت قطاع طيران سوف يكون متضررا تضررا كبيرا من هذه الجائحة وهو أبرز متضرر من إجراءات العزل والغلق عبر العالم الطلب العالمي تراجع بنسبة 82% خلال الثلث الثاني ونسبة 56% خلال الثلث الأخير فيما ألغيت 4.500.000 رحلة جوية حتى 30 يونيو خسائر القطاع تجاوزت حتى اللحظة 314 مليار دولار أمريكي ما حجم الخسائر في الشرق الأوسط؟ خسائر كبيرة على غرار الخسائر في العالم دول الشرق الأوسط مهددة بخسارة 66 مليار دولار أمريكي بسبب تضرر النقل الجوي حسب اتحاد النقل الجوي الدولي شركة الطيران السعودية خسرت 7.5 مليار دولار من الإرادة مع الحسار بواقع 35% من معدلات العام الماضي وهو ما يهدد نحو 300 ألف وظيفة في المملكة وتقدر تداعية تراجع قطاع النقل الجوي بنحو 18 مليار دولار على الاقتصاد السعودي أما في قطر الخطوط القطرية إحدى أكبر النقلات في منطقة الشرق الأوسط ستسرح نحو 20% من عمالها البلغ عددهم 46 ألفا الشركة قالت أن الوضع مستنزف للسيولة وأنها ستطلب في النهاية مساعدة من الحكومة القطرية في الإمارات مجموعة الإمارات للطيران تخطط الاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة لخفض التكليف الشركة تدرس أيضا تسريع التقاعد المزمع لأصولها من طائرات إيرباس 380 وشركة أكدت أنها ستستدين لتجاوز أزمة وباء كورونا وأنها قد تفطر إلى اتخاذ تدابير أشد لمواجهة أصعب شهورا في تاريخها أما في أبوظبي وشركة الاتحاد الإماراتية فيصلحت مئات العاملين خلال الشهر أنجيري الشهر الشركة التي يبلغ عدد موظفيها 20 ألفا أعلنت خسائر بقيمة 870 مليون دولار عام 2019 للعام الرابع على التوالي بينما بلغت الخسائر منذ عام 2016 خمسة مليارات وستمائة مليون دولار أمريكي الشركة قلصت طموحاتها لأن تكون شركة كبرى عابرة للقارات لتركز على الراحلات المباشرة ما الوضع بالنسبة للدول العربية الأخرى أكبر؟ تحديدا في مصر والأردن الشركة القابضة لمصر للطيران أعلنت عن خفض رواتب الوظائف القيادية بها 10% اعتبارا من شهر مايو وزارة المالية المصرية قدمت للشركة قرضا قيمته 128 مليون دولار أمريكي لمواجهة الأزمة أما في الأردن فإرادة الخطوط الجوية الملكية الأردنية انخفضت بشكل حاد جدا ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة ولكن الشركة لم تحتسب حتى اللحظة مدى تأثير هذه الأزمة الكلفة المالية الثابتة تبلغ 25 مليون دولار أمريكي يعود معظمها إلى إجار الطائرات ومخاصصات السيانة ورواتب الموظفين والاستهلاكات شركات الطيران المغربية كيف تتعامل مع هذا الوضع؟ وضع شركة الطيران في المغرب العربي أسعب بكثير من شركات في المشرق والشرق الأوسط لأن هذه الشركات تعاني قبل أزمة كورونا من صعوبات هيكلية على رأسها تضخم كتلة الأجور نبدأ بالخطوط الملكية المغربية أو كما يحلو المغربين باسميتها باللرام فهي تعيش أزمة خانقة بعد توقف جميع أنشطتها التجارية منذ أشهر الشركة باتت عاجزة عن أداء ديونها وخاصة ديون شراء الطائرات ومنذ قرار تعليق الرحالات فقدت النقلة الوطنية المغربية ما الداخل تقدر بـ 122 مليون دولار جزء كبير من ميزانية الشركة يذهبوا إلى تزديد أجور الموظفين وديون وتبلغ كتلة الأجور داخل الشركة حوالي 17 مليون دولار أمريكي تشير مصادر صحفية محلية أن السلوطات ترفض استمرار نفس التكاليف المرتفعة وعلى رأسها أجور الربابنة التي تبلغ نصف كتلة الأجور داخل الشركة الوضع في الجزائر المجاورة ليس أحسن حالاً الخطوط الجزائرية قدرت الخسائر المالية بنحو 320 مليون دولار أمريكي مسؤول الشركة يتحدثون ويفكرون في تخفيض الوجود بالنسبة إلى 50% للمحافظة على التوازن المالي للشركة ما أثار طبعاً استياء النقابات التي تطالب مستحقاتها من وزارة الدفاع وشركة سوناتراك أكبر شركة في البلاد يجدر الذكر أن الخطوط الجزائرية استفادت العديد من المرات من إعادة جدولة ديولها لدى البنوك الجزائرية بسبب عجزها عن تحقيق أرباح رغم أسعارها المرتفعة وهيمناتها على السوق الجزائرية في تونس الحال ليس أفضل حيث تواجه شركة الطيران الحكومية الخطوط التونسية أزمة سيولة حادة أفقدتها 50 مليون دولار منذ بداية الأزمة أزمة قد تدفعها إلى عدم خلاص أجور موظفيها قريباً الشركة أثرت الاقتطاع 50% من أجور موظفيها في الخارج بعد أن قبل طلبها 35 مليون دولار من الحكومة بأرفض الخطوط التونسية لها قوة عمل متضخمة جداً حجمها 8 ألف موظف ل27 طائرة فقط ويجر بالذكر أن الشركة تتكبر خسائر كبيرة منذ الإطاحة بحكم زين العبدين بن علي عام 2011 وتبلغ ديون الشركة التونسية نحو 350 مليون دولار أمريكي شكراً لك أقبال شكراً لك